كشف تقرير دولي عن أن مملكة البحرين تصدرت المركز الأول على مستوى العالم في مجال قلة حسار الغطاء النباتي وجودة خدمات النظام البيئي وأكد التقرير كذلك أن مملكة البحرين تبوأت المركز الأول خليجياً والثالث على مستوى الشرق الأوسط في تحقيق التخفيف من آثار تغير المناخ بنسبة 18% بين عامي 2012 و2022 في تقرير صادر عن مركز القانون وسياسة البيئية بجامعة ييل بالوليات المتحدة الأمريكية حول مؤشر الآداء البيئي لعامي 2022 أظهرت النتائج تصدر مملكة البحرين دول العالم في مجال قلة انحسار الغطاء النباتي وخدمات النظام البيئي مما يؤكد نجاح جهود مختلف الجهات في مملكة البحرين في هذا المجال مملكة البحرين وخلال السنوات الماضية أصبحت من الدول ذات الريادة في الحفاظ على الرقعة الخضراء في مختلف أراضيها وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة التي تسهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة ففي شهر أكتوبر من عام 2021 تم إطلاق الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار دمت خضراء بهدف دعم استراتيجيات الدولة لزيادة الرقعة الخضراء من خلال التنسيق مع القطعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التشجير واستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وتم الانتهاء مؤخرا من الحملة في نسختها الثانية لتنجز في فترة وجيزة 57 مشروع تشجير في مختلف محافظات ومدن المملكة وضمن خطة تشجير لمملكة البحرين والجهود الرامية إلى زيادة أشجار القرم وتعزيز أهمية نبات القرم لدعم التوازن البيئي في مملكة البحرين تم تدشين المرحلة الثانية من زراعة أشجار القرم ومضاعفتها إلى 460 ألف شتلة سنويا تنفيذا للخطة الوطنية لتشجير الهدفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي وضمن جهود مملكة البحرين المستمرة التي تهدف إلى الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2035 والأصول للحياد الصفري عام 2060 جل هذه الجهود التي تساهم في قلة انحسار الغطاء النباتي تأتي تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ورؤية سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات المهمة لتصدي لأثار التغير المناخي بشكل تكافليا على الأصعادات كافة اشتركوا في القناة